وصلت وزارة الداخلية جهودها المتميزة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام وحققت نجاحات كبيرة في كافة شتى صور الجريمة للمزيد نتابع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط ألفين واثنين وثلاثين عنصرا إجراميا ومصرع سمانية عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق خمس وعشرين مديرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم تسعمائة وسبع وثمانين قطع السلاح ناري أبرزها جرينوف ومائة وخمس وخمسون بندقية أليا ومائة وتسع وعشرون بندقية خرطوش وثلاثة وثلاثون مسدسا وستمائة وتسعة وستون فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 305 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4598 قطع السلاح ناري بحوزة 3869 متهما أبرزها إثنان جيرنوف ورشاشان وثمان بنادق وثلاثمائة وتسع وثمانون بندقية ألية ومائتان وتسعة عشر مسدسا وثلاثة ألاف واربعمائة واثنان وثلاثون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وخمسمائة وخمس وثلاثون خزينة إضافة لسبعة ألاف وست وخمسين قطعة سلاح أبيض وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط ستة وعشرين تشكيلا عصابيا ضموا مائة متهما قاموا بارتكاب 92 حادث متنوع كما تم ضبط أربعمائة وثمانية وأربعين متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وتم كشف غموض سلاسمائة وستة وأربعين حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي خمسمائة وتسعة وأربعين متهما كما تم إعادة سلاس سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين حكما قضائيا من بينها سمانية ألاف وتسعمائة وسبعة حكم جنيا وسبعمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون حكم حبس جزئي ومائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة عشر حكم مستأنف ومليون ومائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون حكم غرمة وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون حكم مخالفة